مرحبا اسمي رانيا باسيل أنا طبيبة أطفال وقلب أطفال أنا مرشحة للانتخابات النيابية عن جبال لكل لبنان على لائحة نحن التغيير وهي اللائحة الوحيدة اللي بتضمق الثوار والمستائلين وحزب سبعة بهذه الدائرة الانتخابية اللي هي كسروين وجبال هل أنتوا مع دعم حق المرأة اللبنانية بإعطاء الجنسية لوليدها؟ وشو الخطوات التشريعية لتحقيق هالهدف؟ نحن ما فينا نكون إلا مع أنون حق الامرأة اللبنانية إنه تعطي الجنسية لوليدها احتراما للدستور واحتراما لروحية الأوانين والنصوص الدولية بس الموضوع في لبنان بيبقى حساس لأنه عندنا لاجئين وعندنا نسحين الموضوع بس بده صيغة لما يصير فيه التفاف على عدم التجنيس وعدم التوتين لأنه الدراسات العلمية برانت أنه هيدا الشي ما رح يشكل خلال ديموكرافي منحوظ لهي قاية الوطنية اللي بتعنا بحقوق الإنسان شو الخطوات التشريعية اللي حتعملوا على إقرار لتفعيلها؟ نحن ما حننسى أسرنا أبداً رح نبذل كل الجهود اللازمة لنعرف ما كان وجودهم بالسجون الأجنبية خاصة السورية وأيضاً بالنسبة للنسحين السورية رح نشتغل لنعملهم مسح جدة ولنعيدهم على مناطقهم الآمنة وأكيد بالنسبة للسجون طبعنا السجون لازم ينعمل لإعادة تأهيل لتحترم ليصير فيه احترام للحقوق الإنسان ولتشير متطبقة مع الأنظمة الدولية السجونية عم أخبركم أمور هي حلبة كتير للسماع ونحن مادين عليها باللبنان بس للأسف ما عنا مراسيم تطبيقية لألعب أنا كنيبة رح شرع الأوانين الضرورية ورح تابع مع الحكومة لتصدر المراسيم التطبيقية الضرورية لتطبق الاتفاكات الدولية وخاصة نصير في تعيين الأشخاص بالمكان المناسب بحسب الكفاءة وليس بحسب الانتماء الطائفة والحزبة هل أنتو مع الغيء المادة 534 من قانون العقوبات اللي بيستخدم لتجريم العلاقات المثلية؟ وشو رأيكم بهيدا القانون بشكل عام؟ المادة 534 بتعاقب كل شخص بمارس مجامع على خلاف الطبيعة بالحبس لمدة سنة هيدا المادة عم تتطبق باللبنان من سنة 1943 من وقتها لعلا بالسبعينات مثلا تم حزف المثلية عن لائحة الاترابات النفسية من قبل الجمعية الأمريكية للطباء النفس وتم حزفة أيضا عن لائحة الاترابات النفسية للمنظمة الصحة العالمية وأكيد من وقتها ما عد فيه تجريم للمثلية بالمحاكم الدولية لذا في لبنان أكيد نحن مع إلغاء عيد المادة 534 ونحن ضد تجريم المثلية ونحن مع احترام الحرية الشخصية والحرية الجنسية شو رح تعملوا لإقرار الزواج المدني بلبنان؟ وهل أنتوا مع فصل الدين عن الدولة؟ نحن مع الزواج المدني الإختياري واللي يتم هيدا شيء لازم نكرر القانون الموحد للأحوال الشخصية ليه إختياري؟ لأنه بدنا نعطي للشخص حرية الإختيار وهيدا شيء مكفول بالدستور وهيدا بيكون كأول خطوة لإنحقق الدولة المدنية نحن رح نشتغل لنوصل الدين عن الدولة بثلاث خطوات أولا رح نشكل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية ضمن جدول واضح بينطرح على البرلمان وعلى الحكومة ثانيا رح نعمل حملة وطنية ضد الاستغلال للعواطف الدينية وهيدا وجه من أوجه الفساد وثالثا رح نشكل مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون للانتخابات خارج القيدة الطائفة شو هي الخطوات التشريعية والعملية اللي حتعمل عليها لتأمين حقوق ذوي الإعاقة نحن رح نشتغل لنأمن العدالة والمساوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كيف؟ أول شي رح نطبق الاتفاقات الدولية كمانا القوانين لا حماية حقوقهم خاصة أنون 220 ثانيا رح نهيد تأهيل المدارس والجمعات والمستشفيات ورح نقدم حوافز للأماكن الخاصة مثل دور السينما مثل المطاعم لتسهيل الأمور لأنون وثالثا رح نشتغل لندمجهم بسوق العمل ونطبق الأنون اللي بيشترط أنه يكون 3% من مجموع موازفية الشركات الخاصة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كيف رح تشرعه لإفاء لبنان بالتزاماته الدولية بما يختص بحقوق الإنسان؟ ضروري وقت لبنان يمضي على أي اتفاقية دولية طبقة أنا إذا صرت نيبة رح كون حريصة على هذا الموضوع رح قدم مشروع أنون الضروري لتطبيق الإتفاقية الدولية وأيضا رح تابع مع الحكومة ورح حاسب إذا ما تم إصدار المراسيم التطبيقية الإلزامية